أقامت جمعية الصحفين البحرانية مجلسها الإعلامي بعقد ندوة حول الإعلام القطري قدمها الأستاذ محمد الحمادي رئيس تحرير صحيفة الاتحاد الإماراتية وقد بحث الحمادي أوجه التغطيات الإعلامية للإعلام القطري قبل وبعد الأزمة ودلالات وتطورات كما تحدث عن العلاقة المشبوهة التي تجمع قطر كدولة داعمة للإرهاب بدول أخرى تحمل التوجه ذاته وبالتنظيمات والكيانات الإرهابية في المنطقة تسمية الإرهاب القطري بمسمياته وكشف الحقائق والوقائع التي مارستها قطر بغلاف الحرية الصحفية المزعومة ضد الدول العربية هو أبرز ما تضمنته هذه الندوة التي جاءت بعنوان الإعلام القطري قبل وبعد الأزمة كان ضيف الندوة الأستاذ محمد الحمادي رئيس تحرير صحيفة الاتحاد الإماراتية الذي أكد أن الإعلام القطري دأب على تأجيج الأزمات السياسية وافتعال الفوضى في الوطن العربي في خط موازن مع السياسة التي تنتهجها حكومة قطر اليوم الإعلام القطري حقيقة من الواضح أنه زاد من الأزمة القطرية وهذه واحدة من مشكلات قطر وفي هذه الأزمة بدل أن يكون الإعلام قادر على أن يوضح الصورة لداخل القطري أو حتى للخارج فأنه تعامل بشكل عدائي للأسف الشديد مع المحيط وبالتالي هذا الأمر لم يخدم قطر بشكل كبير وربما لاحظنا خلال أيام الأزمة كيف أن كثير من التقارير الإعلامية سواء كانت على القنوات أو على الصحف أحرجت ربما الحكومة القطرية إلى حد ما وعدانتها في نفس الوقت وهذا الأمر أضعف الموقف القطري في مقابل ذلك أنا أعتقد الإعلام في الدول المقاطعة كان يتحل بقدر كبير من المهنية والموضوعية وأنوان المحاضرة في الحقيقة هو أنوان يمس طبعا وضعنا الحالي خاصة الخليجي ومما له تأثير كبير جدا في التعاون الخليجي بشكل عام طبعا حركة الأخوان في الحقيقة في المنطقة ككل ليست في قطر فقط ولكن في المنطقة العربية ككل لها أبعاد في الحقيقة خطيرة جدا يعني استطاعت أن تصل إلى الحكم في مصر وأثبتت فشلها لأنها لم يكن لديها أي مشروع لحكومة أو دولة في الواقع أطر تعيش فزع وخوف وهلع من تأثير هذه المقاطعة والتي تسميها حصار والحصار في الحقيقة هو أداة تستخدم في الحروب ولا تستخدم في وقت السلم المقاطعة ممكن تحدث بين أخوان في بيت واحد نحن اليوم في جميع الصحفيين دعينا الأستاذ محمد الحمادي رئيس تحريج جريدة الاتحاد الإماراتية يتكلم عن الأعلام القطري ما قبل المقاطعة وبعد وهذه اللقاءات مهمة للصحفيين والزملاء في البحرين أن يلتقوا بأقرانهم في الدول الأخرى الخليجية وخاصة الدول المقاطعة على أساس أن تتبادل الرؤى وتبادل الآراء وتبادل الأفكار ورأينا هذه الاستفادة في طريقة الطرح القضية والأزمة مع قطر في أعلامنا سواء في البحرين أو في السعودية أو في الإمارات حتى مصر هناك حقائق منشورة عندما نرى الجهة الأخرى هي قطر فيه هناك للأسف تناقض إعلامي فيه لغة إعلامية نازلة فيها هناك الكثير من الافتراءات فيه الكثير من الفبركات حضور الندوة من صحفيين ومحللين أكدوا أن المهنية والحرفية الصحفية هي المعيار الأول في التعامل مع الأزمة القطرية لعل أبرز ما شفناه منها التخبط اللي دخلت فيه قناة الجزيرة من فبركات ما أهمها فبركات بيان صحيفة النبأ البحرينية والفبركات في الترجمة الفورية لكلمات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والفبركة الأخيرة التي تتعلق بين محكمة الجنايات الدولية في إصدار بيان ضد المقاطعة فكل هذه علامات واضحة على أن الأزمة تصل إلى الدوحة والقلق واضح على وجوههم طبعاً لما نرصد التعامل القطري مع الأزمة الخليجية اللي صارت نحن نشوف أنه بعيد عن المهنية بعيد عن المصداقية بعيد عن مواجهة أسباب الأزمة أو أسباب المقاطعة نحن نرى تعنت وتمرد ونرى مراهقة سياسية ونرى تعامل قير إعلامي بالمرة مع الأزمة الخليجية اللي حصلها من الجانب القطري للأسف نحن توقعنا شيء أفضل في التعامل الإعلامي القطري مع دول الخليج توقعنا أن هناك نضج إعلامي خصوصاً أنهم يحتضنوا قناة الجزيرة التي تعتبر من القنوات المؤثرة على مستوى الوطن العربي لكن خذلنا بهذا التعامل العلاقات المشبوهة بين قطر وإيران واشتراكهما في دعم التنظيم الدولي للإخوان المسلمين الإرهابي كأداة لتحقيق الأهداف هو تهديد بدأت المنطقة بالتعامل معه بالأساليب القانونية المناسبة ولكن الهجوم الإعلامي القطري بات يلقى إسناداً من خمسين ألف حساب إيراني يهاجم دول المنطقة لمحاولة زعزعة الأمن والاستقرار وهذا ما يتطلب الوعي للمواجهة بكل احترافية يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين يحي naming المنطقة اشتركوا في القناة